الآن نستمع أيها الحضور الكريم إلى كلمة مقرر الرئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد بختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فليتفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين وبعد فيطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أئيس الجمهورية على تفضله بعاية هذا المؤتمر ودعمه له مما أسهم في إخراجه على هذه الصواة التي وصلنا إليها بفضل الله عز وجل كما أشكر كل السادة الحضور من الزملاء أصحاب المعالي الوزعاء والسادة المفتين والعلماء والباحثين والمفكرين وأساء المنظمات وكل الحاضرين وكل السادة الأساتذة من العلماء والباحثين المصريين المشاركين سواء من السادة أعضاء المجلس الأعلى الشؤون الإسلامية أم من غيرهم وكل من أسهم في إخراج هذا المؤتمر على هذا النحو اليوم سعدت بصحبة معظم ضيوفنا الأفاضل في جولة ميدانية زرنا معاً خلالها بعض جانباً يسيراً وعلى عجل من المعالم الحضارية والتاريخية في مدينة القاهرة القديمة والتي يزيد عمر بعضها على ألفين عام أو أكثر من ألفين عام بكثير وما زالت هذه الآثار شامخة شاهدة على عظمة الحضارة المصرية وكأنها تقول بالأمس كان هنا قوم عظماء بنوا وشيدوا وعماروا وأقاموا هذه الحضارة العظيمة كما شاهدنا معاً الإيمان بالتنوع والتعددية في أسمى صوره ومعانيه حيث بدأت الجولة بصلاة الظهر في أول مسجد بني في أفريقيا ورابع مسجد في الإسلام مسجد سيدنا عمر بن العاص ثم قمنا بزيارة الكنيسة المعلقة في المعبد اليهودي بما يؤسخ واقع مصر التاريخي في حماية دور العبادة عبر تاريخها الطويل وكانت الكنائس التي زرناها على بعد أمطار معدودة من مسجد سيدنا عمر بن العاص الذي أقامه ومن معه من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتعرضوا لكنيسة أو معبد أو أثر بل حافظوا على ذلك في صوى من أعلى وأسمى صوى التسامح الديني ودورنا المحافظة على هذا التسامح وعلى هذه التعددية وعلى هذا الإيمان بالتنوع والحقيقة بعد يومين حافلين من العمل وعدة أشهر من الإعداد والتحضير والبحث وتلقي البحوث وبهذه المشاركة العالمية الدولية الواسعة بهذه النخبة التي نعتز بها ونسعد ونشعف بمشاركتنا لهم أو مشاركتهم لنا في هذا المؤتمر وبمشاركة ربما تزيد على 300 عالم وأكثر من 300 إمام ممن حضروا معنا على مضاء اليومين المتتابعين وباستقاء بحوث المؤتمر من خلال لجنة علمية متخصصة حاولت أن تستخلص أهم ما في هذه البحوث مما يعد نتائج ملموسة وبمتابعتنا لجلسات المؤتمر والتقاط بعض النتائج الحية قيد المنصة بتجارب استفدناها وأنا الحقيقة لفت نظري تجربة يعني حولت إلى توصية عندما عارض فضيلة الشيخ أحمد تميم تجربة أوكرانيا وعدد المسلمين فيها نحو 5% ومعظمهم ربما من الوافدين إليها وهي التي احتضنتهم وأفرت لهم الموطن الآمن وهم يتعايشون مع أشقائهم من الأقانيين في مواطنة متكاملة لكن للأسف الشديد تحاول بعض الجماعات الآهابية تعكيع الصفو الوطني وتشويها صوات الإسلام فقال هذه الخمسة أو ليست الخمسة كلها دا الخمسة في المائة إجمال عدد المسلمين شوفها إجمال المجموعة منهم ربما ربما لا تصل إلى واحد في المائة ويحاولون إقامة دولة في شرق أوكرانيا ومحاول الجيش في أوكرانيا أي خلل في الفهم واصل بالناس إلى هذه الضاجة فجعلنا نؤكد بتأكيد شديد وبإجماع العلماء وبمشاورتهم على أن الإنسان المسلم الحقيقي عليه أن يحترم عقد المواطنة سواء أكان يعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة فالإقامة هي عهد أمان بين الدولة والمواطن ولا يجوز للمواطن أن يفتأت على الدولة التي تأويه وتحميه تحت أي مبرر كان ولخصنا هذه التوصيات فيما يأتي واحد بناء الدولة ضعوة دينية ووطنية واجتماعية وحضرية والحفاظ عليها واجب ديني ووطني والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضعوة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم بنين العناصر المكونة للدولة الحديثة هي الشعب والأرض والسلطة الحاكمة والحقيقة أضاف أحد المفكرين المشاركين إضافة هامة كل الكتب القديمة تتحدث عن أن الدولة هي أرض وشعب وسلطة أضاف إضافة هامة جدا من معطرات الواقع والعصر الحديث الشرعية الدولية فليس كل مجموعة تسيطر على كيلومتر أو 2 كيلومتر أو 5 كيلومتر تقول إحنا بقينا أرض وشعب وسلطة حاكمة وتعلن نفسها دولة داخل الدولة بمعزل عن القوانين الدولية فأصبح من معطيات وأنا أحيي من أضاف هذه الإضافة أن العناصر المكونة للدولة الحديثة هي الشعب والأرض والسلطة الحاكمة والشعب الدولية وهذه قيمة التلاقي والتحاور والاستفادة من التجارب المختلفة ولا يجوز لأي جماعة فرضيتها على الناس باسم الدين بعيدا عن سلطة الدولة فإن فعلوا ذلك واجبت مواجهتهم بكل السبل وعدوا خائنين للدين والوطن وخارجين على النظام والقانون ثالثا التأكيد على أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان وأن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع وهو أحد الكليات الست التي يجب الحفاظ عليها وهو ما أصى الله في كتاب كامل تحت عنوان الكليات الست رابعا احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة خامسا ضعوات تفنيد المعتكزات الخاطئة لخطاب القطيعة مع الدولة ولدعاته وتعرية أفكارهم ثقافياً وإعلامياً وإلكترونياً وهذا المبحث كان فيه هذه التوصية نتاج سلاسة بحوث كاملة لسلاسة من كبار الأساتذة في الفكر الديني سادسا ضعوات العناية بضبط المفاهيم ذات الصلة بالدولة وتصحيح ما يطأ عليها من انحافات بصفة مستمرة وخاصة أن جماعات الشر لا تتوقف كل يوم مما ينبغي أن نكون على قدر المسئولية في صراعة المواجهة سابعاً ضوات التصدي للمفاهيم المغلوطة عن الدولة واختيار الحاكم وحق الوطن والمواطني لدى الجماعات المتطرفة وإحلال المفاهيم البناءة والصحيحة عن الدولة في الفكر الإسلامي محلها سامناً الإسلام دين يدعم أسس دولة الدستور والقانون من هذه المشكلات التي تحاول الجماعات المتطرفة أن تعمل عليها هي أن القانون شيء والدين شيء آخر وقوانيننا في جملتها مأخوزة أو متصلة بما يحقق المقاصر العامة للتشعيع الإسلام دين يدعم أسس دولة الدستور والقانون والنظام الاقتصادي والاجتماعي بها وهو غني بالضوابط والتطبيقات الداعمة لكل ذلك بما يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة في محاولاتها إحداثة تقابلية خاطئة بين الدين والقانون أو بين الدين والدنيا أو الدين والدولة فدورنا عمارة الدنيا بالدين دورنا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين فالدين والإسلام فن صناعة الحياة لا صناعة الموت تاسعا لم يضع الإسلام قالبا ثابتا أو نظاما معينا للحكم وإنما يقبل من النظم ما يحقق صالح المواطنين بأي طريق يحقق آدتهم تحت راية الشواء والديمقاطية عاشرا آلية اختيار الحاكم من المتغيرات التي تخضع لظروف الزمان والمكان وليست أمرا جامدا أو نمطا سابتا حدي عشر الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شعي ووطني لا يستقر أمر الوطن ولا تتحقق مصالح الشعي ومقاصده إلا به ثاني عشر ضرورة العمل على ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد والعمل على تعظيمها واحترام الخصوصية العقائدية للأديان جميعا ثالث عشر العمل على تحقيق المساواة والعدل بين أبناء الوطن جميعا في الممارسة السياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العق أو أي أسس طائفية أربع عشر تعظيم شأن دولة المؤسسات وضعوا العمل القائم على الفكر المؤسسي القاضي على البناء والاستقار ومواجهة الجماعات والأفقار الشاذة في إطار الدستوري والقانون خامس عشر وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب وتوسيع دائرة المواجهة لتشمل العمل على محاصرة المتطرفين وعدم تمكينهم من إنشاء بؤى جديدة أو اكتساب أرض جديدة لتطرفهم سادس عشر دعم جميع الفعاليات التي تهدف إلى بناء الدولة وتعظيم قيم الانتماء والمواطنة ومواجهة الإرهاب والفساد سابع عشر الوطن لكل أبنائه الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا وليس لطائفة منهم دون طائفة ولا يمكن أن ينهض ببعضهم دون بعض مما يتطلب أقصى ضاجات التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد للرقي به والحفاظ على أمنه وسلامه ومقداته ومكتسباته سامن عشر العمل على بناء شراكات دولية سياسية وعسكرية وأمنية وسقافية وإعلامية واسعة لمحاصات التطرف والأهاب ولا شك أن مؤتمرنا هذا بهذا الجمع العظيم يأتي في إطار بناء الشراكات الدولية الواسعة في مجال المواجهة الفكرية للفكر المتطرف تسع عشر ضوات كشف العملاء والمأجورين هذا أمر في غاية الأهمية كشف العملاء والمأجورين ضد دولهم فمن لا خياء له في وطنه فلا خياء له في نفسه ولا خياء للإنسانية فيه بل هو خطأ حيث حل العشرون بس لأقصى الجهود الممكنة للقضاء على الفكر المتطرف مع التفنيد المستمر المستمر لأكاذيب الجماعات المتطرفة وما تتعمده من بث ممنهج للأكاذيب والشائعات واحد وعشرون قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم الدولة وضرورة الحفاظ عليها والعمل على رقيها وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتاكة وهو ما بدأنا فيه بالفعل بتنسيق على مستوى الوزعاء بين وزارة الأوقاف والتابعة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والهيئة الوطنية للإعلام على مستوى الوزعاء ووكلاء الوزعاء في جميع المدريات باجتماعات شهرية ومضخص لأعمال كل شهر يرفع في قيادتنا السياسية 22 اعطاء ملف الدعوة في أفريقيا بناء على طلب شركائنا وزملائنا من المشاركين اعطاء ملف الدعوة في أفريقيا ونشر الفكر الوسطي المستنير بها عناية خاصة في ظل العلاقة التاريخية بين مصر وعمقها الأفريقي ولا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سلسل العشرون توفير الحماية والتحصين الفكر للشباب ضد محاولات تزييف الوعي عبر مواقع التواصل التوصيلة الأخيرة وهي من الأهمية بمكان هناك استنقارات من المجتمع الدولي وبيانات حول مكافحة الإرهاب لكننا باسمكم جميعا وبمشاورتكم وهذه تلقينها من عدد من كبار المشاركين مطالبة المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر وزارات الخارجية وسنرفع ذلك لها مطالبة المجتمع الدولي أو حس المجتمع الدولي على تقرير عقوبات راضعة للدول والمنظمات الرائعة للإرهاب والممولة له ثم انتهينا إلى وسيقة القاهرة للمواطنة قضية المواطنة ربما لا يمر مؤتمر من المؤتمرات إلا ومسها بطريقة مباشرة أو ثانوية ولكن فيما تابعت كل ما مس قضية المواطنة تناولها من زاوية واحدة فقط وهي العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة سواء كانت دول ذات أغلبية مسلمة أو دول ذات أغلبية غير مسلمة عندما تطرح قضية المواطنة يذهب الزهن إلى التعايش بين أصحاب الأديان وهذا أصل ولكن إذا كانت الدولة على ديانة واحدة أي أن كانت نسبة الإسلام مئة في المائة نسبة المسيحية مئة في المائة أي دولة من الدول هل لا تكون هناك أسس لمواطنة؟ هل المواطنة تضيق وتنحصر في قضية التعايش بين المختلف دينيان؟ المواطنة أوسع من ذلك بكثير فعكفنا الحقيقة لفترة طويلة على أن مفهوم المواطنة هو مفهوم أن الوطن لكل أبنائه وبكل أبنائه ويؤمن بالتعددية والتنوع بمختلف أنواعه يؤمن بالتعددية السياسية وبالتعددية السقافية وبالتعددية الاجتماعية وبالتنوع وبالحقوق المتبادلة فحاولنا أن نجمع كل ما يتصل بأطراف المواطنة في هذه الوثيقة التي الحقيقة أن أرىها تحمل أبعاداً جديدة أنا على الأقل لم أطلع عليها في أي حديث يعني أو أي وثيقة صدرت المواطنة حيث أكزت كل الوسائق التي صدرت على بعد واحد وهو بعد التسامح الديني بين أصحاب الديانات المختلفة فهو عنصر من عناصر مقومات الدولة الوطنية وليس هو كل العناصر المكونة للدولة الوطنية أو لما أطلقنا عليه المواطنة المتكافئة المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات وانتهينا فيها أجمع الحاضرون على أن قضية المواطنة المتكافئة تعد أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها ومن أهم سبيل تقدمها ورقيها فإن أكثر الدول تحقيقاً للمواطنة المتكافئة وإيماناً بالتنوع والتعدد هي أكثر الدول أمناً وأماناً وازدهاراً وتقدماً وأخاءاً أما الدول التي وقعت فيه فوضى الاحتراب الديني أو الطائفي أو العرقي أو المذهبي أو الظلم الاجتماعي لبعض طوائف المجتمع دخلت في أبواب من الفوضى لا تسد ونالها من الضعف بمقدار ما يكون بين أبنائها من أسس هذا الاحتراب ولذلك أما الأمم فإن أكثر الدول تحقيقاً للمواطنة المتكافئة هي أكثرها أمناً وأماناً وتقدماً وازدهاراً أما الأمم والدول التي وقعت في أتون الاحتراب الديني أو العرقي أو الطائفي فقد دخلت في دوائع مدمرة من الفوضى أكلت الأخضى واليابس فهدمت البنيان وخربت العامر وأهلكت الحرس والنسل فساداً في الأرض والله لا يحب الفساد ومن سمة لزم التأكيد على ما يأتي أولاً أن المواطنة عطاء وانتماء ونركز على النقطة التالية لأن الجماعات المتطرفة يعني جعلتها شركة وسنية أن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة احترام لكل شعارات الدولة فليس عالم أي دولة مجدد قطعة من القماش إنما هو رمزية لقوة الدولة وتماسكها احترام المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية فالإنسان الوطني يعتز بكل شعاراته وطنه التي توسق وتعمق معنى الانتماء ثانياً ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها ثالثاً ما أكدنا في التوصيات احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم يعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة رابعاً أن فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها خامساً أن مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعاً بعدم التفريقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو المذهب مع إعطاء المرآة حقها كاملاً غير منقص فالمواطنة تعني الإيمان بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها وليس في جانب واحد منها كما تعني الإيمان بالتنوع وتعده صاءًا وطنياً سادساً ضوات العناية بكبار السن وزوي الاحتياجات الخاصة وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعاً وهو ما يحققه الفهم المستنير للدين والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي والواجب العيني سابعاً ترسيخ مبدأ الحق مقابل الواجب بين المواطنين والدولة وبين المواطنين بعضهم وبعض فكما يحرص المواطن على أغز حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد مع قيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج سامناً قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة ودورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة التوصية الأخيرة وإن شاء الله دي نتواصل مع حضراتكم ونتلقى أغرباتكم فهي عملية اختيارية لمن أحب أن يسهم معنا في نشر هذه المفاهيم لنصحح سوات ديننا أمام العالم كله التوصية وأذا كان اقتراح أحد الأسادز المشاركين الحقيقة وأضفناه بناءً على رغبته ونتلقى طلبات من أحب أن يشارك معنا في ذلك التوصية بتشكيل فريق عمل من العلماء المشاركين من العلماء والمفكرين والباحثين المشاركين ليكونوا صفاء بهذه الوثيقة في مختلف دول العالم بتبنيهم لها والحقيقة كل من تحدثنا معه أكد لنا تبنيه وتأييده لكل ما تضمنته هذه الوثيقة التاريخية وبإذن الله تعالى سنتواصل مع حضراتكم بصفة مستمرة للتعاون والتنسيق في تنفيذ هذه التوصيات وتلك الوثيقة مع موافاتكم بما يضبع لاحقاً من أعمال المؤتمر وفي الختام يعني يطيب لي مرة أخرى أن أشكر حضراتكم جميعاً على تفضلكم بالحضور والمشاركة سواء بالمشاركة العلمية أو بالحضور والمشاركة في الجلسات وبنشكر كل الحاضرين من ضيوفنا وكل أبناء الوزارة والمجلس الأعلى الشؤون الإسلامية ونشكر زملائنا من العلماء والباحثين الذين أسهموا في إنجاح هذا المؤتمر وكل من قدم له العون كما نشكر أيضاً الهيئة الوطنية للإعلام على تبنيها ونقلها المباشئ لكل جلسات المؤتمر وكل السادة الإعلاميين والصحفيين والمفكرين وإن شاء الله بإذن الله إلى مستقبل أفضل لديننا وأوطاننا وأممنا بإذن الله تعالى مع خالص الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله